تستمر الحرب والمواجهات والقصف الجوي في الجبهات رغم مساعي إحياء الحوار بين الأطراف أنباء عن زيارة وفد حوثي إلى المملكة السعودية للتهديع على الحدود وتبادل أسرى وتسهيل دخول المعونات الإنسانية في ظل تعقيدات الأطراف للحوار من أجل وقف الحرب وإنهاء الأزمة عادت تحرقات السياسية والدبلماسية للأطراف المحلية والإقليمية إلى واجهة التطورات في اليمن ويعتقد كثير من المراقبين السياسيين أن فرصة غير محددة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة مؤقتة تسبق المفاوضات القادمة بين الأطراف المتصارعة يمكن الحديث عنها الآن بعد إن اقتنع التحالفان تحالف الحرب الداخلية وتحالف الخارج أن الحسم الأسكرية وتحقيق نصر نوعيا لهذا الطرف أو ذاك لم يعد خيارا ملائما في ظل التكاليف الباهظة لاستمرار هذه الحرب وفداحة الوضع الإنساني والواقع التشخيصي والانقسام الذي يهدد البلد ومستقبله اليوم بدأت مؤشرات العدة التنازل لوقف الحرب في اليمن بالتصاعد مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحت مسمع صفة الحزم وأبرز مؤشراتها التقارب السعودي الحوثي والتنافر لبعض المتحالفين في الداخل التقارب بين المملكة العربية السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين تمثل بزيارة وفد الحوثيين إلى السعودية وهو تطور إيجابي في طريق إيجاد السلام إضافة إلى ذلك وللمرة الأولى ومنذ بدء الحرب تمت خلال اليومين الماضيين تبادل أسرى بين قوات التحالف العربي وبين جماعة أنصار الله الحوثيين في وقت تتواصل فيه المفاوضات للتوصل إلى تهديئة وقد تمت عملية التبادل بأسير سعودي مقابل سبعة من جماعة أنصار الله الحوثيين ويأتي هذا التبادل الأول غداة تواجد وفد من الحوثيين في جنوب السعودية للتباحث حول تهديئة الحدودية وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن التحالف يرحب بالتهديئة في اليمن لإدخال المساعدات الإغاثية وأن الهدنة تعزز من فرص السلام وذكر الجبير في ختام الدورة الجديدة لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التي شاركت فيها اليمن أن المجلس يدعم الجهود الدولية بشأن حل الأزمة اليمنية وأن لديه اقتناع بضرورة أن يكون الحل بين اليمنيين أنفسهم وتابع قائلا نحن ملتزمون بإيجاد حل سياسي في اليمن على أساس القرارات الدولية مشيرا إلى أن دول الخليج وضعت خططا لإعادة الإعمار في اليمن جميعها دوائر صناعة القرار لدى القوى الإقليمية والدولية شهدت تحرقات دبلماسية مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع تردد أنباء نحو الدفع بعملية السلام إلى الأمام لوقف الحرب في اليمن وكل المؤشرات ربما تؤكد ضغطا فعليا باتجاه تفعيل المشاورات الأممية والحكومة اليمنية ودول التحالف لا تمانع من العودة إليها شريطة التزام الحوثيين وصالح بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح أكد بأن المؤتمر الشعبي العام مع السلام الشامل وأنه يقف مع أي جهود يبذل لإيقاف الحرب بما في ذلك إيقاف العمليات العسكرية من قبل طيران التحالف العربي ورحب المصدر في تصريحاته بأن المؤتمر مرحبا بالجهود التي تبذل وأن الدعوة إلى الحوار المباشر بين اليمن والسعودية سبق ونعلنها رئيس المؤتمر الشعبي العام سابقا ومنذ وقت مبكر وفي الوقت الذي يزور فيه وفد الحوثيين السعودية بقيادة المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام نشر مسؤول قبير في جماعة أنصار الله رسالة على صفحته في الفيسبوك يطالب فيها المسؤولين الإيرانيين بالبقاء بعيدا عن الصراع اليمني جاء ذلك بعد يوم واحد من قول جنرال إيراني أن طهران قد ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة قوات الحوثيين وقال يوسف الفيشي عضو اللجنة الثورية العليا كفى مزايدات واستغلال بملف اليمن أما على الصعيد الميداني فقد تجددت الاشتباكات في مدينة تعز بين الأطراف المتحاربة بصورة شريسة وعنيفة التجدد للمعارك هذه المرة شمل كل من الحصب والدحي وبرباشة وتبت الخوع وتتحدث المعلومات الميدانية عن تمكن المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومة من استعادة بعض المواقع العسكرية والمعلومات تتحدث أيضا عن سقوط العشرات بين قتلى وجرح من صفوف الطرفين ومن صفوف المدنيين وبعيدا عن المدينة تواصلت المعارك في أرياف المحافظة حيث دارت مواجهات عنيفة بين الأطراف المتحاربة في منطقة الأقروض التي ما تزال حتى الآن جبهة مفتوحة على كل المستويات من جانب آخر استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مواقع عسكرية للحوتيين والقوات الموالية لهم في كل من منطقة الشقب ومقر اللواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة إلى جانب ذلك مواقع أخرى بمدينة المخة ويواصل التحالف العربي شن غارات أيضا في كل من مأرب والجوف ومحيط العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المجاورة وتحدثت معلومات ميدانية عن مقتل مدني في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بغارة جوية للتحالف بطريقة الخطأ وفي الوقت الذي شهدت فيه الجبهات الحدودية هدوءا كبيرا تحدثت معلومات عن سقوط قذائف على منطقة الطوالة السعودية وسقط فيها مدني وأصيب آخرين أما على مستوى ملف الجنوب فيستمر مسلسل الاغتيالات في مدينة عدن وتستمر الانفجارات من قبل مسلحين مجهولين والتي تستهدف منشآت وقطاعات حكومية وخاصة كشف تقرير حقوقي أن الحرب الدائرة في مدينة تعز تسببت بتدمير أكثر من ألفين منشآة ما بين عامة وخاصة بشكل كلي وجزئي حيث شهدت معظم أحياءها دمار كبير وخرجت معظم المنشآت الخاصة والعامة عن الخدمة تتوارى التقارير تلو الأخرى عن الوضع في تعز منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودورية وجميعها تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأنها تعيش وضعا كارثيا بكل المقاييس ولعل هذا الخراب والدمار الذي طار كل أحيائها وشوارعها خير شاهد على ذلك حيث تعد محافظة تعز ومنذ اندلاع المواجهات فيها أواخر مارس في العام الماضي والمستمرة حتى اليوم الأعلى في نسبة السقوط واستهداف الضحايا المدنيين أما بالنسبة للجانب المادي فقد أشار تقرير حديث بأن الحرب فيها تسببت في تدمير ألفين ومائة وثمانية وخمسين منشآة ما بين عامة وخاصة كليا وجزئيا وهي حصيلة غير نهائية كما ذكر التقرير وهو صادر عن المجموعة اليمنية للتنمية والإعمار إن من بين المنشآة المدمرة مائة وواحدا وستين منشآة خدمية عامة تتبع الحكومة الأمر الذي يفاقم من حجم الوضع الإنساني في هذه المدينة المنكوبة والمحاصرة والتي يعيش سكانها في ظل ظروف استثنائية وصعبة بسبب النقص الحاد في الماء والغذاء والدواء فقدوا منازلهم ومدينتهم حالة لا يحسدون عليها يعيشها سكان الحالبة في ظل القصف والدمار المتواصلين ليل نهار آملين أن تضع الحرب أوزارها بعد أن أرهقتهم وقتلت فيهم الحياة وجعلتهم يعانون مع نسائهم وأطفالهم ويلات العذاب دون تحريك العالم لساكن لإنهاء أو حتى تخفيف معاناتهم يحتفل العالم في ثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة في اليمن المرأة اليمنية تحتفل بمعاناتها مع الحرب في عدن كان للمرأة انطباعها حول هذا اليوم نتابع في التقرير احتجاج مصيري في صباح عيد عاد عليهن بكثير مما مضى هن فقط التي خارجنا يمثلن واقع المرأة بعدا في اليوم العالمي للمرأة لافتات توجهت رسائلها إلى أكثر من اتجاه ولا وردة قدمت لوحلة منهن في المناسبة أو في كونهن أمهات الشهداء فماذا بوجد القيادية في الحراك الجنوبي عفراء الحريري أن تقول في هذه المناسبة والناسبة ذكرى 100 أو 6 اليوم المرأة العالمي ارتعينا أن نقيم ضمن أنشطتنا مسيرة نسائية وضع المرأة التي تراجع كثيرا إلى الوراء في عريضتنا أيضا طالبنا بإقالة ومحاسبة الفاسدين وخاطمنا بشكل مباشر الحكومة إذا كانت لا تستطيع تتحمل المسئولية فتقدم استقالتها وتترك بضع نساء شهدنا الثلاثاء الماضي في عدن في مسيرة الراجلة ذكرت في توقيتها باليوم العالمي للمرأة وعكست في حجمها الشهيح إلى أي مدى أثرت الأحداث الأمنية المفتعلة من أطراف متخفية قاتلة في طلاقة الإرادة السياسية والثورية للمرأة العددية التي عرفت بها منذ خمسينيات القرن الماضي لكنها في مدملها مسيرة كسرت حاجز الخوف أحيي كل أم وأحيي كل أخ أحيي كل ابنة قدمت شخص عزيز عليهم من أجل هذا الوطن القالي طبعاً نحن اليوم بذكرة 8 مارس يوم المرأة العالمي ولن أنكر القول أنهم تعويتين لحضور التكريم الأول فعالية التي ستقام مع شئك لتكريم المرأة ولكنني رفض تعوى وأعتدر بسيادة نزير رئيس المزراء وذلك من أثبت التالي أنه لن نرحل مطالب لن أقدم على نفسي وعلى العالم وعلى مجتمعي كذلك أن الأنضاع العاملية والاقتصادية والتعليمية نستقر في بلدي نتعاني من الفساد وفاسدين في البلاد نعاني من الإرهاب نعاني من تدني لمستوى الخدمات بهذا النموذج النسوي عبرت المرأة العدنية عن رفضها المطلق لكل أشكال الترهيب وتحديها لمهددات مضطرفة تستهدف حريتها والأسوأ من ذلك أنها تتوعد بأفغنة حالها رغم الواقع الصعب احتفلت المرأة اليمنية بيومها العالمي من خلال عدد من الفعاليات المعبرة عن دورها في المجتمع المرأة هي الأخت والأم والصديقة والزوجة فلها كل الاحترام المرأة نصف المجتمع فتعتبر أسطورة من الصبر والتحمل والتقدم حيث أصبحت المرأة اليمنية تعيش حالة من المعاناة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وما زالت تكافح للوصول إلى حياة كريمة وعالية المرأة خلال العصور الماضية عانت ما عانت الآن هي تنهض هي تقدم حضور متميز وتعوض عن ما هم مشت به المرأة اليوم بدأت تتربع مواقع وتحضر بك مبدعة كناشطة كمثيل للرجل في كل المواقع فإذن المرأة الآن خطت خطوات متقدمة وبدأت تنهض يوم المرأة العالمي أهنئ كل مرأة في الداخل وفي الخارج وبالأخص في اليمن بشكل عام في صنعاء في عدن في لاحج في صعداء في كل مكان من مناطق اليمن وأحييها أني في ظل ظروف هذه وفي ظل ظروف الصعبة هي المرأة الوحيدة المتحملة أكثر عبئة مهما طالت هذه الفترة مهما طال الظلم الذي موارس علينا في النساء بعملين بشكل متأذر يأتي اليوم العالمي للمرأة والمرأة اليمنية ما تزال تعيش وضعا صعبا عكس ما كانت في السابق ولكن الأوضاع في البلاد جعلتها أقوى مما كانت عليه وجعلتها تمارس كل الأعمال لاستمرارية الحياة طبعا المرأة إجمالا من زمان بتعاني كثير من نقص في مثلا الحقيات الأساسية والضرورية في الحياة لكن بعد الأزمات والحروب الحاصلة في اليمن زاد طبعا تضاعف عليها الهمو لأنه حصلت مشاكل أساسا في البنية التحتية فبالتالي تضررت الكهرباء وتضررت البنية التحتية الصحية فبالتالي تضفق متى المشاكل التي كانت أساسا متواجدة وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس أحتفلت بلادنا بفعالية تحت شعار الفوردة للسلام التي أقامها تكتل إعلاميات لدعم قضايا النساء وبالشراكة والتعاون مع عدة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتضمنت الفعالية الكثير من الفقرات الثقافية التي تصلت الضوء على النساء اليمنيات التي لهن أثر كبير في عجلة النهضة وتم توزيع ورود للحاضرين تعبر عن السلام فخورين جدا بالأثر الذي تركناه في إطار الاحتفالات بهذه السنة في العام الماضي كنا تقريبا المؤسسة الوحيدة التي نفذت مثل هذا النشاط وربطته بمبدأ السلام الآن جميع المنظمات تقريبا تسعى للاحتفاء بيوم المرأة العالمي وهذا يعد قصة نجاح حقيقية للتكتل لتكتل إعلاميات طعم قضايا النساء ولمؤسسة وجوه الإعلام والتنمية وشركائها والجهل الرائعي للحفل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاحتفال هو تقليد سنوي كنا قد قمنا بالعام الماضي بإقامتات تحت شعار ألف وردة حملة ألف وردة للسلام خرجنا كيمنيات العام الماضي لنوزع الورد لندفع بالسلام لندفع أطراف العملية السياسية للسلام وهذا العام نحن نحمل نفس الرؤية ونفس الفكر لذلك ولكن ونحن نريد أيضا أن نوص الرسالة المرأة اليمنية رمز للسلام والعطاء والصمود فدورها كبير وفعال وخاصة في الأوضاع الراهنة فرسالتها بأن يحل الأمن والأمان على البلاد وتتوقف الجهات المتصارعة في اليمن